بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام اهلا بكم اصدقائي احبابي في قناتكم فارس البرمجيات عليديو وضع الخبر اليوم مجلس الوزراء يصدر ست مواد لغاء حظر التجوال وفتح المساجد والموقع هنتعرف على الخبر ده التفصيليا اصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرارا تكون من ست مواد شملت الاجراءات التي من المقرر العمل بها بدءا من بعد غد السبت الموافق 27 يونيو 2020 والحين اشعار اخر وذلك مع التشديد مع التشديد على ان هذه الاجراءات ستخضع لتقدير الموقف في الفترة المقبلة ونصت المادة الاولى في القرار الحكومي على الغاء حظر حركة المواطنين في جميع الطرق بالجمهورية اما المادة الثانية فسمحت باستقبال المصلين في دور في دور العبادة عدى صلاة الجمعة وبالنسبة لغير المسلمين فالصلوات الرئيسية تحددها السلطة الدينية مجلس الوزراء يصدر قرارا بعدد من الاجراءات ووفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن الاجراءات التي ستجرى تطبيقها بدءا من السبت المقبل فانه حدد المجلس شروط عودة دور العبادة لاستقبال المصلين على النحو التاريخ الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية غلق دور المياه في دور العبادة غلق اماكن المنسبات في دور العبادة الالتزام بالخطة التدرجية لأداء الصلاوات استقبال المواطنين في المقاهي والمطاعم ووفقا لقرار مجلس الوزراء المصري فقد سمحت المادة الثالثة باستقبال المواطنين في المقاهي والمطاعم والكفاتريهات ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة فيما شملت تلك المادة ضوابط لتنظيم عمل المنشآت جاءت على النحو التالي رقم واحد استقبال الجمهور من الساعة الساديسة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء الاثنين الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية رقم ثلاثة لا تزيد نسبة الاشغال عن 25% من الطاقة الاستعابية أربع عدم تقديم الشيشة خمسة اقتصار العمل بتلك المنشآت خارج ساعات العمل المقررة على تقديم خدمة التي كوي دون الجلوس مع التزام بالاحتياطات الصحية فتح المحال التجارية والحرفية وذكر قرار مجلس الوزراء اليوم أن المادة الرابعة نصت على السماح باستقبال الجماهير في المحال التجارية والحرفية من الساعة الساديسة صباحا حتى الساعة مساء مع الارتزام بتدابير الاحترازية والوقائية فيما يستثنى من قيد هذا التوقيت للعمل طوال اليوم هذه الأماكن أول حاجة المخابز المحال البقالة بداله التموين محال الخضروات أو الفواكه محال اللحوم محال الدواجن محال الأسماك الصيدليات السوبر ماركت فتح الأندية والصلاة الرياضية والمنشآت الثقافية أما المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء المصري فقد نصت على السماح باستقبال رواد جميع الأندية الرياضية وكذلك مراكز الشباب والأندية الشعبية والصلاة الرياضية والنوادي الصحية من الساعة السادسة صباحا حتى التساعة مساءا مع الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية فيما لا تزيد نسبة الإشغال بصلاة الألعاب الرياضية عن 25% من الطاقة الاستيعابية أما المادة السادسة والأخيرة فقد جاءت لتنظيم التواجد في المنشآت الثقافية والسيحية والفنية إذ نصت على أن السماح باستقبال الجماهير في السينما والمسارح ودور الثقافة المختلفة مع مراعاة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية بشرط أن تكون نسبة الإشغال 25% دوت كالنص الخبر بتاع الخبر بتاع اليوم اللي هو مجلس الوزراء يصدر 6 مواد أبرزها إلغاء حظر التجوال وفتح المساجد والمقاهي وتناولنا الخبر مع بعض تفصيليا شرحنا الموضوع مع بعض تفصيليا على عجالة كده لو أنت حابب تراجع الخبر تاني ممكن تعيد الفيديو من أول جديد كل بتمنى من حضرتك قبل ما تخرج من الفيديو ما تنساش تشترك في القناة في قناة فارس البرمجيات وتفعل الجرس وتختاره كل حتى يصلك كل من شرطنا الجديدة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم كان معكم أخوكم الفارس حسام دمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته